بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصفة رائعة جدا لحرق الشحوم والدهون تفقد 6 كيلو في 10 أيام فوق كل هذا الوصفة هذه مكوناتها تقوم بشد البشرة ومن تره لها نحتاج في هذه الوصفة إلى بذور الكتان ونحتاج إلى بذر الكمون أو يمكن استبداله بالشمر ونحتاج لالليمون الأخضر رائع جدا في هذه الوصفة نحتاج لمبشور الليمون الأخضر ونحتاج للتر ونصف من الماء المغلي لتر ونصف من الماء المغلي بذر الكتان في هذه الوصفة يعجل عملية الأيض حيث يؤدي إلى حرق الدهون وفقدان الوزن وهذه الوصفة غير صالحة للحوامل أو المرضعات يتجنبون يتجنبون فقط وضع بذر كتان في هذه الوصفة فقط يعتمدون على الشمر أو الكمون وقشر الليمون ويستبعدوا قلت بذر الكتان في هذه الوصفة لأنه يحتوي على مركب عضوي وظيفته تشابه وظيفة هرمون الاستروجين قلت يستبعدون فقط بذور الكتان ويستخدمون فقط الشمر أو الكمون وقشر الليمون الأخضر إذا لم يكن متواجد الليمون الأخضر يمكن استخدام الليمون الأسفر العادي طريقة عمل هذه الوصفة نأخذ لتر ونصف من الماء المغلي لتر ونصف من الماء المغلي نضع عليهم أربع ملاعق طعام من بذور الشمر أو الكمون المتواجد عندك نتيجة واحدة وملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان قلت الحوامل والمرضعات يستبعدون وضع بذور الكتان واثنين ملاعق طعام كبيرة من مبشور الليمون الأخضر قلت إذا كان غير متواجد الليمون الأخضر يمكن استخدام الليمون الأصفر لهما نفس النتيجة ثم نترك الوصفة تنقع لمدة ساعتين غطي الإناء وتركيه ينقع لمدة ساعتين بعد مرور الساعتين صفي المشروب تناولي كوب عند وجبة الإفطار يعني على الريق مباشرة عند وجبة الإفطار خذي كوب لأن هذه الوصفة تقوم بسد الشهية سد الشهية تأخذ كوب من هذه الوصفة وكذلك قبل الصحور بنصف ساعة خذي كوب يعني كوبين في اليوم واحتفظي بالباقي في الثلاجة وأشربيه بنفس النظام يعني عند وجبة الإفطار كوب وقبل الصحور بنصف ساعة كوب كذلك استمر على هذه الوصفة وستلاحظين النتيجة قلت الحوامل والمرضعات ممنوع عليهم فقط بذور الكتان يمكن استخدام هذه الوصفة للرجال كذلك يمكنهم استخدامها وكذلك يمكن استخدامها للأطفال الصغار من عمر خمس سنوات فما فوق لمن يعانون من السمنة طبعا الشديدة يمكن استعمال هذه الوصفة لهم قلت هذه الوصفة كذلك تعمل على شد البشرة ومنع ترهلها وذلك لتواجد بذور الكتان فيها وبذور الشمر رائع جدا لشد البشرة تشد بشرة كامل الجسم يعني هذه الوصفة اثنين في واحد تقوم بتنحيف الجسم وفي نفس الوقت شده ومنع ترهله بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته